خلنا نقوله تونسي اوربي. تسمعوا في صوت مدام حيفا مجدوب استاذة الانجليزية واللي اوضف المشروع هذي. صباح النور. مرحبا مدام. سبا الخير اسامة. سبا الخير ممستمعين راديو اكس بخيس افام. مرحبا بيك. يعيشك بيك. انا هيفا. مرحبا بزميلتك زيتها. معي زميلت رجي سيسي من معهد بشير نبهيني. اه. انا هيفا مجدوب كما اتفضلت وقلت استاذة انجليزية في معهد بشير نبهيني وسافرت التوئمة الرقمية. اه نعرف بروحي حصلت على جيزة تجديد البداغوجي عام الفين وخمسطاش وجيزة الافضل مشاريع الاتوينينج العام الفين ونسبعتاش. اه وجيزة الاوروبية كذلك الافضل مشاريع اتوينينج عام الفين وثاعتاش. ومؤخرا تحصل المعهد متاعنا على اكريدتاسيون اتوينينج سكور. دونك انا هون هوني اليوم باش نحدثكم على مشروع اتوينينج اللي قمنا بيه انا وتلمثتي وزملائي. اه في السنة الدراسية اللي فاتت. اه. دونك اه. لو كان تفسر لنا. شنية هال مشروع هذي اتوينينج. اه. 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 قبل ما نبدأ نفسر في الاتوينينج باش سيد المستمعين يفهموا شنو نحكيو. دونك هو شنو اتوينينج تو دابوغ. دونك اتوينينج هو برنامج تعاوني للاتحاد الاوروبي بين المدارس في اوروبا والدول المجاورة. كما تونس لبنين والاردن رومانيا واوكرانيا وغيرها من الدول يعني المجاورة الاتحاد الاوروبي. اه. اه. يتم تمويل البرنامج هذي بشكل مشترك منذ الفين واربعتاش بواسطة الاتحاد الاوروبي والاغاسموس بلوس. اه. ويضم البرنامج هذي اكثر من ثمانيمائة الف مدارس مسجل. وفيهم هذو ما ثمانيمائة الف الفين وثمانين مدارس في تونس. وثمانيمة وخمسة وعشرين مؤسة من خارطة يعني في تونس. انتخل. مانينيو خمسة وعشرين مؤسسة تربوية. اي. ان شاء الله. نحب نسأل. مؤسسة تربوية هذي اه المدارس بلوتو هذي. هل هي في القطاع العام. القطاع العام. القطاع العام. القطاع العام. القطاع العام. القطاع والسيقوندير. وهاني بش نزيد نفسر لك اكثر. انه البرنامج هذي اه يكون معنتها اه تحت اشراف وزارة التربية وتعليم. اه. وعنده مكتب متابعة ودعم في تونس. اللي هو المكتب المركز الوطني لتكنولوجيا تربية. اه. يعني هو اللي يقوم بالدعم والمتابعة للبرنامج هذي. دونك احنا. اوني بيان فوغمي. اوني بيان انكادغي. نخدمه في البرامج الرسمية التونسية. اه. معنتها. اه. معنتها. معنا برشة. معنتها. يعني. افانتاج. يعني. داخل. خلينا نقول. هو. 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 هما. ديز افانتاج. للبروجي. لكن في نفس الوقت. هما. خنا نقول. يعني. 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 انه اه. المشروع الكله بياشراف وزارة التربية. في تونس. بآآ. متابعة مع اه. مركز الوطني. للوطني. للتربية. دونك. اه. انه يكون فما. هل. اشراف الرسمي هذا ي يعني. مصدقية ومشروعية. للعمل. اللي قادرين تخموا به. يكون فيه متابعة كيف كيف للنتائج مع تليم. هذا مهم جدا. أنا أحب نسلك. كيف هي شب تقولي بخوجة هذي تونس؟ فيه برشة مجهود. خليني نقول. لأنه مش مسهل. اليوم الدولة ممكن تحاول في جزء منها وانها تركز مثل هالمشاريع هذي وتبحث على أفكار لتركيز مثل هالمشاريع هذي. فضغفت المشروع هذي في تونس موجود منذ 2013. يعني أحنا توسف بيانتو سيفة. سأرة سأرة 10 سلم منوها كماناتان 2023. دونس ساتنها وانها تحاول كيفية وما تحاول تتعور ومغنتها بخلقة والمال المزولين ويقوم بها تليم ذا. هل ببطوم بها تليم ذا. معناتها. نحنو بيان كماناتها فما حاجة في توليو حاجة تتمكن بها تليم ذاا ويقوم بها تليم ذا هذو spike انهم مخارتينا بنام الحارة لنحنتها اشتركوا في اشتركوا في القناة 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 في الفترة هذية متع الكو فيد كيفاش قاعدين عامليين معنطها صغيرات قاس والقراية مدة طويلة في العام اللي تعدى في العام هذية منزلنا ما نعرفوش هاولي لحد الان برتورباسيون كبير على مستوى التوقيت والامبلواء والجروبيت كيفاش عامليين لتطبيق هذية البرنامج هذية الكل داكور بي احنا بدين المشروع متاعنا اي توين برنر اللي هو الكلما متاعو جي كمبوزي منزوز كلمات اي توينينغ وانتخبخنار داك سا معنطا نجمو نفهمو من هنا الهدف منو هو ان نردو نوزي توينغ اللي هما اللي هما اللي هما اللي هاي التوينينغ انتخبخنر نردو هم ديز انتخبخنر رويد مشاريع داك رويد مشاريع داك فكرة المشروع هي معنطها هو متعدد الاختصاصات فيه الايكونومي فيه الانجليه فيه التربية المدنية فيه الفيزيكل ادكيشن فيه يقرأو عن داكور تنار يقرأو بشي وليو داكشيف يعني يقرأوا الطبخ. طبعا هما زادا هذيكم بعض بشي بعثوا مشاريعهم بشي وليوا عندهم بغي ستوران كل. دونك المشروع متعنا بدي في نوفمبر الفين وتسعتاش. وتلم ذا يبدأ المشروع أنه تلم ذا يتعرفوا على بعضهم عن طريق منصة تونس اللي هي منصة معتها خاصة بالعمل عن بعد في التواقم الرقمية. يتعرفوا على بعضهم يعرفوا بولدينهم يعرفوا بتونس يعرفوا بالكولتور متعنا يعرفوا بالمعهد متعنا بالمدن متعنا. وبعد التلم ذا يبدأوا مع بعضهم يشوفوا شنوه ينجموا يعملوا معنتها كفكرة المشروع. نحن نعطيوهم globalement سوكو معنتها نحبو نسلو بيهم. نحن نشاء نحن نسلو بيهم المعني وأن نحب أن نتاورو لهم المهارات الحياتية وهي نحب أن نتاورو لهم المهارات الحياتية أحنا مؤخرا تحصلنا على شهائد الجودة الوطنية وشهائد جودة أوروبية معانتها للمؤسسات اللي في إيطاليا والمؤسسات اللي في الأردن في تونس كذلك من القليبية زد كيف كيف زميلتنا إناس وبيانسوغ نحن زد كيف كيف المعهد متاعنا تحصلنا على شهد الجودة ذكرني المعهد متاعكم معهد بشير نبهيني حمام لنف يعرفونا في حمام لنف إن شاء الله إن شاء الله كيف سوف تحصلنا على شهيد الجودة كيف الشهيدك لنصجان أحني يقول لنظمة اللي فيها العملات من فرصة تحدثت للمؤسسات اللي في المكتب لنصجة ان التعالج من تحصلنا على شهد جيدة ومعهد ان تحصلنا على مرات التعالي على المعهد التعالي ان تحصلنا على شهد السياسات اللي في كيف 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 كيف؟ فنعرف هو الشباب هناك مركز النيجابة الكفرانة وترتبع للنهاية هنا نحن يدرس لكم ترحب في قليل الرجال وكيف يدرس لتعويل التعليم 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 يدرس لهم ومثل فهم الهاتف يدرس لكم تقوم بعمل لكالية في وسط البروجيه هذي. الامكانيات اللوجستية على مستوى المهارات. إسكو الغار الكل عندهم نفس المهارات. إسكو الغار الكل جيين من نفس الحاظنة الاجتماعية اللي ممكن تسهل في استيعابهم للأفكار والتقدموا فيها وتطرح فيها هذي. بذبط احنا كيف نقارنوا رويحنا وعنا الفكرة أنو معنا تخاتروا الاخرين في الأوروب. راهم يلزان لي موين دفر بكو دوشوز وراهو احنا بالإكسperience. رينا اللي احنا مانيش معناتها اوسي لون معناتها من اللي عندهم معناتها. صحيح معانيش الامكانيات الكافية. اما انا معناتها من البلاصة هذي نقول راو إذا كنت حب تعمل حاجة ابدا باللي عندك. دونك احنا شنو عنا كل واحد عندو تليفون بورتاب نتصور لابلوبار معناتها. عندهم تليفون بورتاب نتصور لابلوبار معناتها بيش تحلك مشكلة معناتها في قسم معناتها انك بيش تعمل إن اكتيفيته. دونك احنا نعملوا على نوع بخو بخو رسورس. انا مثلا هذي أورديناتوري معايا عندي كليه انترنت نعطي بارتاج لتلمدا ساعات ناخذ مثلا تيكي. وقت اللي نحب مثلا نشارك أكثر تلمدا نعطي لهم يجي ويقضوا على الأورديناتور متاعي باريزامل. دونك انا فرحتني تعرف اللي قولتو الكل. إلا في حاجة واحدة كيف تقولي اللي كليه انترنت من عندي ونشري انا تيكي. رو هذي خليني نقول ونقوله ما يسيلش وبسوط عالي. رو هذي واجب الوزارة واجب الوزارة وواجب المندوبية الجهوية وواجب الماحدة. لاي عنا انترنت عنا انترنت في الليسي أما ديبي ما ينجمش يخدم. لازم يوفروا لكم اذا كان المشروع بالقيمة هذية وبالمجهود هذي الكل. هذي واجب موش ان شاء الله. بينطون ان شاء الله عليش ليه. مادام راجي. ما خليت لنلهيش برشا وقت. ايه تجريز مشانا نقوله كليمة انا. نحب نقوله اللي الانشطة هذية خارج. الانشطة خارج النوادي متوقفتش معناها في. استمرت في بيرودة تعالكوبية. لا استمرت مع مادام هيفا عنيني. اما احنا بنسبة اللي نحنا وقفت خاطر التباعد الاجتماعي. ووقفنا القراية وكل. اما اللي الانشطة خارج النوادي متوقفتش انفات هي. وذي واحد ملاباكت متاع المشروع. اه. اللي التلميذ تبدى عنده روح المبادرة. معناه. وميرتبتش نشاطه كان بالانشطة المدرسية. ولا بالنادي وقت اللي نبديو حاضرين معاه. في هالإطار بش يقوموا تلامذة بحملة تبارعات. وهي النسخة ثانية. بطلب منهم زي دا كيف كيف كي ما عملوها عمناول. نسخة ثانية حملة تبارعات شلموا فيها ملابس. ملابس. اه. اغطية. ومواد غذائية. سنة الفارتة كانت بالتعاون مع الهيئة الفرعية للهلال احمر بحمام الانف. مشكورين جدا. عاونونا ياسر. والسنة مش نعاودوا نطلبوا منهم تلامذة كيف كيف بمبادرة متلامذة. مش عاودوا يطلبوا منهم التعاون متاحهم. في جمع القدباش في توزيح. خاطر هم اللي يقوموا بتوزيحها على العائلات المستحقة. يقتكم الصحة. بالحق. في تربيا. في خلينا نقول. في مجهود كبير تبدلوا فيه كأيتار التربوي. في حفاظكم على صغيراتكم. على صغيراتكم. خلينا نقول. مش صغيرات. مولادكم. في القسم. وفي هالمجهود الكبير. في انه هزغار هزومة. مستقبل البلاد. والعمل اللي تقوموا به. الثمرته صحيح. مش تاوى نشوفها. لكن بعد سنوات تاوى نشوفه الثمرة. بتاع المجهود هذية ومتاع البخوجة هذية. على أرض الواقع. وقت لي. يوليوا عنها في المستقبل. إن شاء الله. رواد أعمال. إن شاء الله. ومتخرجين من التعليم العمومي. هذا مهم جدا على خاطر. الفكر هذه اقتصرت. خلنا نقوله في بلادنا إلى حد الآن. على التعليم الخاص. وأنه هو اللي يتلهي. مثل هذه المشاريع. ويقدم السغريس هذية. للمتعلم. حتى للعائلة. متاع الصغير هذية. لكن اليوم ها في التعليم العمومي. موجود ثمانية وخمسة عشرين مؤسسة تربوية اليوم في البلاد. إن شاء الله تلتحق بقية المؤسسة التربوية. ويلتحق بقية الإطار التربوي. الميساج من هنا. المربين والمدرسة اللي تحب تتلتحق. عنا الموقع الويب. هو اتوينيك.نت. تنجموا تنسكريب. معتها. ويمكنوا تنسكريب. أو حتى الإنسانيان اللي تابعينكم. بنسبة المديرين اللي هما انترسي. معتها المديرين. نجموا يدخلوا يعملوا الفورميلير يعملوا لانسكيبسيون. وبالنسبة للإطار التربوي من بعد ما تسي لانسكيبسيون. وإلا زاد الإطار التربوي يعرب على اهتمامه أنه يلتحق. وبعد يتم معنتها الحاق المؤسسة. شكرا لك مدام هيفا مجدوب. شكرا لك مدام رزايا سيسي. بالتوفيق ليكم. يعطيكم الصحة. وانجرون. برافو على العمل اللي قاعدين تقوم به. ثمانية. 29 دقيقة. واربعين ثانية. بعد قليل موجز الأخبار مع صفية المحرر.